المسيح حذرنا بالزبط وأنذرنا أن العالم سيتهدكم يعني لا يعمل في قضية سياسية أو شعبية عاوز شعبية الناس يقول للمؤمن أنت ستضطهد ونرى أمثلة في الكتاب المقدس في يحنى 6 يقول تركوا هذا التعليم صعب السؤال المسيح حذر طبس ليه العالم بيكره يعني العالم بيكره لأنه العالم كره المسيح في الأول هو بيكرهنا ليه لأنه نحن ننتمي للمسيح فلأن العالم لا يعرف المسيح ما هي دي مشكلة العالم قد يعرف المسيح أنه نبي أو أحد الأنبياء يعني كيف أفكر في الآية أبغضوني لأنه أبغضوني من أجل هذا يبغضونكم بالزبط كده فهو لأنهم لا يعرفوا المسيح فهو بيبغضوا أكباع المسيح نمر اثنين لأننا أحنى مش من العالم يعني أحنى مش من العالم يا خنزر مع أننا أحنى في العالم أحنى في العالم الرب يسوع في يحنى 17 صلى قال ولست أصلي من أجل هؤلاء بالنسبة التلميزي لكن أيضا للذين يؤمنون بي بواسطتهم أن تحفظهم من الشرير لست أطلب أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير فأحنى عايشين في العالم لكننا لسنا من العالم يعني إيه عايشين ومش من العالم عايشين في العالم عشان بناكل وبنشرب وبنلبس وبنشتغل وبنتحرك يعني إحنا جماعيين يعني اجتماعيين بالضبط كده وبنحب الناس وبنقبل الجميع وكله لكننا لسنا من عقل لا نشاكلهم لا نتشكل بهم لا نشابههم حينما نشتم لا نشتم عوضا حين نلطم على خدنا نحول الآخر هو دي تعليم الرب يسوع نرجع لمدة خمسة وستة وسبعة ونشوف تعليم الرب يسوع عشان كده نحن نختلف عن العالم